موسيقى محمد بن سالم بن يهويل المري على المركز الثاني بينما المركز الثالث وصايف تاتي في المركز الثالث وياتي سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي على المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع تقدمت في هذه اللحظات ووصلت هنا الفاتنة تعود ملكيتها لا عبد الله بن حم العامري تتواجد في المركز الخامس في المركز الخامس بينما المركز السادس تواجدت فيه وتقدمت في هذه اللحظات وصلت على المركز الخامس وعد لظافر بن هادي بن مسعود الحبابي المركز السادس شوف القدوم وصل بن عميره في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع ليقدم لنا السرية السرية مبارك بن حمد بن عميره الشامسي بينما المركز السابع في هذه اللحظات ووصل بن مرشد كذلك وصل بن مرشد ومقدم لنا سرابة راشد بن سعيد بن محمد بن مرشد بينما المركز الثامن من الجانب الاخر وصلت بشاير بشاير وذياب بن محمد بالركاض العامري والمركز التاسع قدوم على تاسع المراكز من قبل هوايل سعيد بن قليفة بن رشيد السويدي والمركز العاشر هذه العاشر اللي هي الشاهينية لقرين بالعلي بالقرين العامري هذه العشر المراكز في شوطنا العاشر فاللقاية المهدنات الاصايل البكار الذي انطلقت خلف العشر المراكز ياما وياما من شعارات واسماء ترقب والاثارة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع بعد العشر المراكز أعود مرة ثانية إلى المركز الأول وهذه السرية هذه السرية تقود المشاركات انبارك بن حمد بن عمير الشامسي تتقدم وتقود هذا السيل وهذا الكم الهايل من البكار اللي قاية بينما المركز الثاني ثاني المراكز تتواجد فيه وتتقدم مع بن يهويل الضبي حمد بن محمد بن يهويل المري على المركز الثاني وصول في هذه اللحظات من سرابة راشد بن سعيد بن محمد المهيري هنا تنطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت هوائل سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تقدمت على رابع المراكز وصل بالقوبة هناك كذلك وشعار أحميد بن سالم بالقوبة على المركز الخامس المركز السادس تقاربت الأسماء وصلت السعادية سعيد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز السادس بينما المركز السابع سابع المراكز قدوم من وضوح ووضح 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 مصبح بن سالم أوصبيح بن سالم الغيلاني وصل الغيلاني وصل الغيلاني كذلك شوف الأسماء شوف الأسماء ماشاء الله تبادل سريع وخطير للغاية يا سلام بنت شوده بنت شوده وصلت حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري اللي يقدم شوده يوصل اشتدت المعركة وظهرت الأسماء تبادلت المراكز الموقف حساس حساس للغاية للغاية الثمانمائة متر الأخير والسعادية المحنك بحنكة التضمير في هذا الانطلاق يقدم السعادية السعادية سعيد بن راشد بن حمد بن غدير ولكن شوف الغدوم من القانب الثاني وضحة 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 صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني الغيلاني وصل 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 الغيلاني الله 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 يصبيح اشكرك على هذه المشاركة الفعالة على هذا الانطلاق الجميل يا السلام يا سلام واضح واضح واضحة واضح واضحة بالمركز الأول والسعادية لازالت في التنافس السعادية واضحة واضحة والسعادية أصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني 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 يقدم هذه الانطلاقة هذه الانطلاقة ولكن السعادية عادت للتنافس سعيد بن راشد بن غدير السعادية وضحة وضحة وسعادية السعادية وضحة لازالت وضحة لازالت وضحة تهانينا أصبيح بن سالم الغيلاني على فوز وضحة بالمركز الأول السعادية لازالت الثنتين فيها دا جميل في رقص في الأمتار الأخيرة ما شاء الله خلاص وضحة سلام السلطنة سلام في هذا الصباح الصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني ينتزع ناموسي هذا شوت المركز الثاني وصلت فيه السعدي لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث لسعيد بن خليفة بن رشيد والمركز الرابع شود لحمد بن يهوي للمري والمركز الخامس هواي لسعيد سعيد بن خليفة بن رشيد هكذا الخمس المركز شوت كان مثير للغاية حمل الأثارة وحمل التنافس حتى الرمق الأخير في هذا الشوط ولكن تمكنت وضحة من الفوز لتهدي السلامات من ميدان المرموم من دانة الدنيا دبي إلى أهالي السلطن هاك في المنطقة الشرقية في جعلان وأصويح بن سالم بن عوف الغيلاني الذي حقق هذا النصر وهذا الفوز كالعادة ست دقايق وخمس ثواني ثنين وعشرين جزء من الثانية تهانينا والناموس بينما أسعادية كذلك قدمت أدى جميل ورائع للقاية والتنافس الشيق سعيد بن راشد بن حمد بن اغدير المحنك تهانينا على هذا الفوز بالمركز الثاني ست دقايق وست ثواني وست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس بينما وصلت في المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين متابعين الكرام تهانينا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي في ست دقايق عشر ثواني سبت عشر جزء من الثانية تهانينا والناموس للجميع تتواصل الانطلاقات تتواصل التحديات هنا على أرضية هذا الميدان شوطنا هو الشوط الحادي عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة